الخبار اولي عدنا عن احمد ابو الروب وتهديده ورده على نورمار فمثما شفت يا حبايب المبرحة بمقطع الصبح شرحتكم بيه على الخلاف اللي صار حاليا بين احمد ابو الروب ونورمار بسبب ان نورمار انطى سترايك لأحمد ابو الروب وهذف للمقطع اللي قاعد يتنمر عليه جان بعد احمد رد عليه بثلاثة ستوريات نوعا ما دي هدد بيها ولكن اليوم يا حبايب احمد ابو الروب نزل شوية ستوريات بهذا الستوري كاتب علي كم حلقة يسوي على نورمار بعد ما ينشالي سترايك كاتب عشر مقاطع او ست مقاطع بعد ان ازل شوية ستوريات وهذه الستوريات يوضح بيها ان نورمار هو الغلطان وهو الظلم بالسترايك هذا فيقول ان من مقطعاتهم مجرد ان يعتقد به مسرق المحتوى مع نورمار ولكن نورمار منطيق كوبرايت سترايك وحاذف للمقطع لانه اساس ان احمد ابو الروب بايق شوية من مقاطعه وطبع صراحة ليصير بيها هواية هواية اشخاص يطلوني السترايكات السترايكات هم مجرد يتهمون ان انا بايق مناعتهم ولكن من الحقيقة كون انا ما بايق مناعتهم مجرد كاشف حقيقتهم اقول انا راحطوكم الاشترايات من احمد ابو الروب شوفوها طيب بدي احكي لكم ليش انا مطلوب في السيتيواشن هاد عشان بس الاشخاص اللي مفكرين ان انا ظالم وانا بس تاهل هذا المتابعين نورمرخ اللي عمرهم خمس سنين انا هسه بدي احاول ابسط المعلومة شوفو انا عامل فيديو انتقد تصرفات انتقد تصرفات مو بذكر شو اللي حكيته صراحة بس انتقاد الانتقاد حق من حقوقي فريدم او سبيتش حقي احكي اللي بدي اياه مدام ما بسد فهو لانه الفيديو ذايقو لانه بحكي اشياء صحفي فراح فعليك كوبرايت سترايك كوبرايت سترايك هي شكوه قانونية بتقدمها اليوتيوب بتحكيلي انه هذا الفيديو عم بنتهك حقوق النشر تابعتي يعني عم بسرق محتوى محتوىك عم بسرق ميوزيك انت عاملها بسرق اشي انت اخترعته وفي هذا قانون حقوق النشر فيه اكسبشز معينه في اشي اسمه استخدام العادل والاستخدام العادل بتشمل بشمل الانتقاد والتعليق على المحتوى يعني انت في حقوق النشر بيطلع لك اتعلق على اي محتوى بالدكية وتنتقده وهذا ما بصير فعليه حقوق النشر وهذا اشي موجود في القانون بس هو نور مرخ اه ظلمني كيف بالقانون بس يعني عم رفع علي شكو باشي انا ما عملته ولغى الفيديو بشك اللي اشي انا ما عملته اعطي اتنا مره انت حكيت عنه انا بقول اوك يا سيد انا انا حكيت عنك ارفع علي ريالبورت حراثمت يوتيوب فيه قوانين حراثمت ممنوع الناس تنمر علي بعض فيه قوانين بس هو ما بيقدر نفع عليه لأنه أنا ما تنمرت عليه أصلا لو إنه تنمر ممنوع في يوتيوب يوتيوب عنده قوانين هراسمة يا جماعة ترى الموقع يعني عليه تطقيق بس إنه أنا أذاقي كل الكلام ترفع عليه كوبيرايت هذا مو صح هذا الظلم ننتقل حاليا القمر مارو المقابلة اللي راح تسويها وهي لايف ستاج طبعا اللايف ستاج هو نفس الشخص اللي سبب الخلاف حاليا بالفريق نور مار يا حباب اللي استعاد قمر مار ويا رمار بالخروج من فريق نور مار وزرع الفتنة بالفريق نزل هذا اللي السور اللي ومن الواضح إنه راح يستقبل قمر بار بالبرنامج مالته اللي شهر النور مار بعدين سبب خلاف وياه عاكوش تتوقعنا حصير بهذه المقابلة يا حباب بشنو الحقائق اللي راح تنكشف عن فريق نور مار وعن خلاف هويا يا رماد للصراح اقتموا لكم التاش ونتوقعاتكم لهذا الموضوع ننتقل حاليا الفضيحات بيسانس معي يا حباب وضخوض ملابسة الداخلية بالصورة الأخيرة اللي نزلتها فبسان نزلت على حسبها بالإنستجرام هذا البوست وبهذا البوست الأغلب لاحظة يا حباب إنه ملابسة الداخلية كانت واضحة بالصورة سيب إنه ملابسة نوعا ما كانت شفاف والأغلب لاحظات شي بالتعليقات وصاروا يسيبوها ويتهجبون عليها ويقول لها أن الملابسة الداخلية باينة عاكونا يا حباب الصور قدامكم اللي نزلتها بحسبها بالإنستجرام وكتبونا بالكومنتات هل تتعاق التاج ومتعرضت له أو لا تعتبروا موضوع فضيحة أو لا ننتقل حاليا ليارا مارو قمر مارو تضامن هم هي العراق يا حبايب فالثلاثة من الزوجة التسطوريات يدعمون بها العراق بسبب اللي قاعد يصطر حاليا بي من ناصرية الله يرحم الشهداء يا حبايب طرح حركة حلوة من هذول مشهورين أتمنى باقي مشاهير أنه يضامنون وهي العراق الروح حاليا الخلاف اللي قاعد يصير بين ديانا حبيبة غيث مروان القديمة فالما يرث يا حبايب أن ديانا هي كانت حبيبة غيث مروان القديمة فبواحد من المقاطع كشفوا هذي الحقيقة بهذي اللقصة اضطوكم إياها شوفوها اسم المرحوم سميرة اكا ديانا نفسها المرحومة الملقبة بالمرحومة ولك سميرة لوك اخراس انت نزلولها ما حد توفى بس نحن منسمي العكس مرحومة مرحوم اوكي انا لحالي بنزحها فقال أن ديانا هي العكس مالتا دارة 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 السيارة والنغلب لاحظ يا حبايب أن الأغنية اللحن مايتها مشروقة من أغنية غيث مروان بدي يسافر ونوعا ما تشارت لغنين ديستراك على غيثها وقاعدين تهزئون بغنية بدي يسافر نفس الطريقة مالتها فكلكمتة صارت تجمع عليها من جمهور غيث مروان ويقولوها من أنتوا صارقين اللحن من عنده وبخلاف كل هذه هي أساسا متعاملوا بي أخو نورستار اللي هو نوعا ما عنده خلاف وي نورستار غيث مروان في بلسبة أشخاص تسمعون أغنية روحوا سمعوه وبالنسبة الخاصة تسمعوه اكتبوا لأبلي كومنتات شانو تقعبكم هذه الأغنيات عجبتكم أو لا كنتوا يا منوا ويا ديانا أو ويا غيث مروان الروح هالين سيدرة بيوتي وعيد ميلادها يا حبايب فاليوم يا حبايب هو عيد ميلادها او احتفلوا بها اليوم يا حبايب فكل عام تبخير رقبا مليون سنة يا ربو وطبعا تنسوني يا حبايب انه تباركوا لأبلي كومنتات على عيد ميلادها الروح هالين تهجم المتابعين مع نارين بيوتي على نورمار وسبنه هو حالين قاعد يصور ويا نورستار ومبارح التقويه وصوروها بمقاطع فمن المتعفوني يا حبايب بن نورمار استافر للدبي هو كان قرن انه يتلقى ويا نارين بيوتي ويصوروا اياه سوالها فولو لكن هي معبرتها فهذا هو اتجاه الى نورستار وراح صوروا اياها وهذا الشي اللي يخلى جمهور ناري بيوتيون يتهجمون عليه يقولون انت تشين ستريت مصلحة وشهرة فما ادروا صراحة اكتبوني بالكومنتات هل يتحقظ التهجم اللي تعرض له او بنهاية وموضوع شغل مو اكثر وعلى سيارة نورستار يا حبابي فبعد من شات ملتقي ويا نورمار راح التقت بياه غريمة حاليا احمد ابروب بعدما سفرت مبارحة من دبي للاردن في نزل احمد ابروب شوية تعانوية صبت قاعدين اجلبون نورستاره بلمطار راح توكومن الآلاك لحب بنو تشوفها كامل موجودة افعل كيف ح Medium هممممممممممم أصب steady آّ بيأ كيف حلقة.. لي Night ثلاث.. كيف 40 هناك مستقيم هذه flute؟ لا تأنام هنا تلك وهناك Tim ؟ بص numericalatkان و هناك معشات أكمل خصاص إليكم اعجبكم يا أحبائب او هناك أول مacağız مع السلامة